يمر يوم العمال العالمي على عمال العراق وهم يعانون ظروفاً معيشيةً واقتصاديةً صعبة فرغم سنوات العمل الطويلة تمتنع شركات كثيرة من تسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان ويعزف العمال بالمقابل عن التسجيل أحياناً بسبب عدم قدرتهم على تحمل الاستقطاع المطلوب للضمان في ظل انخفاض الأجور وارتفاع نسب البطالة لا يوجد إحصاء رسمي لعدد العمال في العراق نتيجة عدم تسجيلهم جميعاً ضمن قواعد بيانات الوزارات الحكومية أو صندوق الضمان لكن تقديرات عدد من النقابات العمالية تشير إلى وجود نحو تسعة ملايين عامل موزعين على القطاع الخاص والحكومي لم يسجل منهم في صندوق الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل سوى خمسمائة وسبعين ألف عامل فقط وفقاً لتصريحات وزير العمل منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 والحكومات المتعاقبة الموالية لإيران لا تولي أي اهتمام لشريحة العمال فبحسب رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال فإن واقع العمال في العراق مأساوي فهناك عدم وضوح رؤية لدى أصحاب القرار بشأن حل مشكلة الضمان للعمال بشكل يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة وظروفها وهناك وعود حكومية كثيرة أطلقت لحل المشكلة دون نتائج تذكر وقد كشف اتحاد نقابات عمال ذيقار عن ارتفاع معدلات البطالة بين القوى العاملة إلى 43% مشيراً إلى أن العاملين في القطاع الخاص يعانون من تدني الأجور وعدم التزام أرباب العمل بشروط السلامة المهنية العامل العراقي يرزح تحت مشكلات تراكمية تتمثل بالتمييز وجشع أصحاب العمل فضلاً عن ضعف القانون الذي ساهم بتهميش العمال وحرمانهم من أبسط حقوقهم بحسب الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بينما تشير وزارة التخطيط الحالية إلى أن نسبة الفقر ارتفعت في العراق إلى نحو 35% بسبب التضخم الاقتصادي وانهيار قيمة سعر صرف الدينار وقد أفادت بأن نسبة البطالة بين صفوف الشباب تتجاوز العشرين بالمئة